يا صباح البهجة والآياد والأفراح عليكم مشاهدينا ومعيكم حلقة جديدة من برنامج حوار مع يسرى ومعيكم يسرى النصر الله كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأطحى المبارك والنهاردة هنتكلم عن استجابة الدعوات يوم عرفة وأحكام اختيار الأطحية في العيد كمان كل ما يخص الأدعية واستجابة الدعوات وكل ما يدور في أزهنة بين الموضوع ده حنروح لأول تقرير ونرجع دين طيب احنا بنجاهز التقرير حنروح مع ضيفنا دكتور عيد المراغي عالم الأزر الشريف أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بسهلا دكتور مبدئيا يعني في زل الأعياد وإحنا فرحانين في بيتنا ويعني بنا كل بقى لحمة بنصيف الناس كلها قاعدة في البيت مع ولادها مع قصرتها فرحانة والجيش والشرطة في الشارع بيحمونا نعم رأيك إيه في الموضوع ده؟ طبعا بلا شك تحية أكبر وإجلال لحماية الوطن وحراس التراب من جنود البواسل سواء كان جيش أو شرطة بلا شك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق تماما على هؤلاء لما النبي عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله هؤلاء سهروا لننام هؤلاء هؤلاء وقفوا لنأمن نحن فتحية إجلال وإكبار في عيد الأطحى المبارك لهؤلاء الجنود من رجال الشرطة أسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يأكلأهم برعايته أمين يا رأس طب كلمنا عن فاضل يوم عرفة في استجابة الدعوات طبعا بلا شك عايزين يتكلم مع المشاهدين عن يوم عرفة لماذا سمي هذا اليوم يوم عرفة؟ يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة لماذا سمي بيوم عرفة؟ يسمى بيوم عرفات ويوم عرفة يوم عرفة لأن الله عز وجل عرف فيه إبراهيم عليه السلام مناسك الحج من العجيب حضرتك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى الرؤية في ليلة التروية ليلة التروية التي هي ليلة تمانية التي هي غدا بإذن الله يوم الأربع يوم عرفة وهو يوم الخميس فسيدنا إبراهيم شاهد في الرؤية رأى في الرؤية من يقول له اذبح ولدك سيدنا إبراهيم تروى تروى يعني إيه؟ يعني تمحل فلذلك سمي هذا اليوم بيوم التروية بعده رأى نفس الرؤية فعرف أن الأمر من الله لا سلطان للشيطان عليه فلذلك سمي اليوم بيوم عرفة وقيل سمي بيوم عرفة حضرتك لأن الناس يتعرفون فيه ويتألفون في كل عام عدا هذا العام أسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء يجتمع على صعيد عرفات أكثر من أربعة ملايين شخص وخمسة ملايين في أجناس مختلفة شعورهم واحد وشعائرهم واحدة وشعارهم واحد يلبون ربا واحدا يقتدون بنبي واحد كتابهم واحد هؤلاء اختلطت دماؤهم واختلطت كذلك الأمر أفكارهم واختلطت آلامهم وآمالهم فلذلك سمي هذا اليوم بيوم عرفة سمي أيضا حضرتك بيوم عرفة قيل لأن إبراهيم عليه السلام سيدنا جبريل عرفه مناسك الحج في هذا اليوم كان يأتي ويمسك بيدي سيدنا إبراهيم عليه السلام ويعرفه منسك منا ويقول له هل عرفت؟ يقول نعم يا إبراهيم هل عرفت؟ يعرفه منسك الطواف منسك السعي وهكذا حتى انقرض كل المناسك ولذلك سمي هذا اليوم بيوم عرفة دكتور عدل كلمنا شوية استجدت الدعوات والأمل شوية عزين ندي لمشاهدين أمل بس بعد ما نشوف التقرير ننتظر هذه الأيام كل عام العشرة الأوائل من الحجة بما فيها من نفحات وبركات ونأخذ معكم رأي الشارع ورأي الظبوط هذه الأيام ماذا يتعلون وماذا يقومون كيف حردك؟ أعراض حضرتك؟ محمد أبراهيم فارغ يا رسيد حمد الأيام دي أن تقوم بها بايه؟ بطوم؟ بطحي؟ ايه اللي تتعمل رحلة زينا يأيام مباركة للواحد ربنا سبحانه وتعالى بيعين الواحد على أعمال صالحة بيهمها لا زي الصون زي الاستغفار أي حاجة يعني الحمد لله وبالنسبة رأضحي بالضحي كل سنة؟ لا كل سنة لا لا على حسب الإمكانيات أو على حسب الظروف الظروف يعني أعراض حردك؟ هذا الشيء ماذا يجب أن تتحمل الله فارغ عند حضرتك في الأيام دي أن تكون فيها بايه أو بتعمل خائم بالنسبة؟ والله اجتهدت العبارة على قدر المستطاع صمم يعني على قدر المستطاع بقى وبالنسبة رأضحيك؟ وفيها كنا بنضحي لكن حسب الظروف وحسب الإمكانيات على حسب الإمكانيات في هذه الأيام الطيبات بما فيها من نفحات ومبارفات الأطحية توزع للفقراء والمساكلين قال تعالى لينان الله لكمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كان معكم صبري جودة في برنامج حوار مع يسرى شكرا صبري جودة مرئيس البرنامج حوار مع يسرى نستكمل حدثنا مع الدكتور عيد المرغي ونرجعنا لحضرتك تاني يا دكتور عايزين بيين حضرتك للمشاهدين بعد إذن حضرتك فضاء اليوم عرفة خاصة هذا اليوم أو هذا العام يأتي مخالب لكل الأعوام السابقة استثناء هذا العام كيف يستطيع الإنسان من أن تغرب شمس عرفة وقد غربت وليس عليه خطيئة احنا عارفين أن هذا اليوم حضرتك يسمى بيوم المباهاهة يوم الغفران يوم حضرتك يلقى بيوم الشاهد أو يوم المشهود كما قال العلماء هذا اليوم أقسم الله عز وجل به جملة وأقسم به تفصيلا أقسم الله عز وجل به منفردا في قوله تبارك وتعالى والفجر والآن العشقين فجر يوم عرفة لأن أول فجر يبدأ فيه التكبير هو فجر يوم عرفات بعد الصلوات مباشرة هذا اليوم أيضا يسمى بيوم الشاهد قال تبارك وتعالى وشاهد ومشهود له يوم عرفة يسمى بيوم المباهاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان في يوم هو أغيض ولا أحقر ولا أدحر من هذا اليوم لي طيب لأن هذا اليوم حضرتك ضمن النبي عليه الصلاة والسلام لمن صامه أن يكفر الزنوب سنتين قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله لمن صام يوم عرفة أن يكفر الزنوب سنتين طيب إزاي الإنسان مننا يستطيع أن تغرب شمس عرفة وقد غربت بالذنوبه لا بد للإنسان أن يضع برنامج لنفسه أول شيء صلاة فجر هذا اليوم لأنه فجر أقسم الله به والله عز وجل عظيم لا يكسم إلا بعظيم الأمر الثاني حضرتك ينوي الإنسان صيام هذا اليوم فإنه يكفر الزنوب سنتين يا دكتور لو ما حدش لحق أنه يصوم في العشرة أيام اللي هم بتوع في الحجة يقدر أنه يعود طبعا في يوم عرفة يقدر بلا شك قال سيدنا أنس بن مالك بلغنا أن يوم عرفة يعديله عشرة آلاف يوم ويوم في العشر يعديله ألفين يوم طيب دكتور في طريقة معينة لاستجابة الدعاء الطريقة المعينة بلا شك أن ربنا عز وجل فضل بعض الأوقات على بعض وبعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض الناس على بعض ففضل الله عز وجل يوم عرفة على سائر الأيام العام إذلك قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نملكه لا الحمد وهلا كل شيء قدير طيب النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الدعاء فيهم عرفة لا يرد طيب كيف يستطيع الإنسان حتى قال بعض العلماء حضرتك بعض الصالحين قال ما دعوت الله في عشية عرفة ومضى العام إلا وقد تحققت هذه الدعوات طيب يا دكتور يعني في حديث بيقول ترفع الأعمال معادة المتخصمين أو المتشاحنين نعم بالكامل لو أنا فعلا متخصمة متخصمة مع حد وخلاص صلاة التي تقطعت به ما أقدرش أن أنا أكلمه تاني كده أعمالي مش هتترفع ولو يعني خلاص ده مش هترك لمهتين وكامل لو أنا متخصمة ما أراوي بي بس أنا يعني أنا حرجع كلمهم تاني بس أنا مش هتكلمهم دلوقتي برجو ده مدى صحة الحديث كمان لا هي ده حضرتك الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيء إلا متشاحنين فيقول الله عز وجل للملائكة أنظرهما يعني أخرهما حتى يصطلحا بمعنى أن الإنسان ممكن يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويفعل كل الصالحات ولكن عمله لا يقبل مردود عليه ليه؟ لأنه قطع الأرحام قال عليه الصلاة والسلام لحد ما صالحهم يعني أعملي مؤجلة هتستجيب إن شاء الله هتتقبل بس بشرط مرهون أن أنا صالحهم بشرط الصلح مش شرط يوم عرفة ومش شرط في العيد ما هو الإنسان دلوقتي دعوة من حضرتك من منبر حضرتك دلوقتي إنه يبدأ الإنسان بالتنقيب على خصماءه يبدأ بالصلح قبل يوم عرفة علشان الإنسان تغرب شمس عرفة قد غربت بالذنوبة لا بد دائما وأبدا أن يعمل بالآية القرآنية وليعف وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم طيب لو مش أرحم بقى الناس أنا لقد قطعت بيها وأنا مش ناوي أنا أرجعها تاني الهجر هنا إذا كان لسبب حضرتك فجائس إذا كان لسبب دنيوي غير جائس طبع بلا شك والدليل على كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص الأرحم فقط بل قال لمتشاحنين أو متخاصمين الدنيا يعني ما تستهلش الواحد يخاصم أي شخص كما قال ربنا تبارك وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن الساعة الآتية تنفصفح الصفحة الجميل الوقت لا يتسع أن نخاصم فلان أن نخاصم علان أو نخاصم فلان كل ذلك دليل على أن الوقت لا يتسع كما قال ربنا وإن الساعة الآتية فاصفح الصفحة الجميل إذا كان ربنا عز وجل يا دكتورة يسرة أمرنا أن نعفو عن الكفار نفسهم فكيف لا نعفو عن الأقرباء والأرحام والأصدقاء قال ربنا عز وجل في سورة الجاتية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يعني نحن لازم نكلمهم نتصل بيهم نصالحهم ولا نحن ممكن نعفو عنهم ما بيننا ما بيننا في السلام خيركم من بدأ بالسلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تواضع ما بعده من تواضع لله رفعه الإنسان ممكن يقولك ظلمني فلان وعمل 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 لا حضرتك عندنا قاعدة قرآنية وَلَا تَنْسَوْا لَا 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 باع شاه وقال للباع بعد ما باعها قال أوصيك بها خير فإنها كانت صاحبة لنا يوما ما هذا بالنسبة للحيوان فما بالك ببعض الأشخاص عاشر فلان وأكل معه وشرب معه ثم خاصمه بعد ذلك لا لقال القرآنية حضرتك ونحن قبل يوم عرفة لا بد من التصافي والتصالح ونصرخ بأعلى أصواتنا من اليوم تصالحنا وننسى ما جرى منا فلا قلتم ولا قلنا ولا كان ولا كنا وإن كان ولا بد من العتبة فبالحسنة لا بد دائما أبدا من التصالح يعني عجيب حضرتك أنه عاوزين ربنا يعفو عنا ونحن لا نعفو عن عباد الله كيف تطلب العفو من الله في يوم عرفة وأنت لم تعفو عن عباد الله عز وجل الله يفتح لك يا دكتور طب حكم من نوع الحج هذا العام وحالة ظروف فيروس كورونا من يزدهب طبعا بلا شك دكتور يسر وكل المشاهدين آآ الإنسان يؤجر بنية ونية المرء خير من عمله والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزو التبوك ساب بعض الصحابة عبنين عينين أو مرضى في البيوت ماذا قال؟ قال لقد تركنا رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم كانوا معكم بإيش؟ كانوا معكم بالأجر حبسهم العذر لذلك الإنسان يؤجر إن حبسته أو أحصره اللي إحصر معناه المنع منعت رجال الأعمال وأصحاب الأموال وكانوا عاوزين حجه طب كيف يفعلون هذا العام؟ طب ممكن يعودوا السواب بأدس دي؟ لا بد من تعويض هذا السواب أولا بالنية ثانيا إن لم تطف بالبيت هذا العام فطف حول الفقراء يطف حول بيت الفقراء كم من شقير يحتاج إلى هذا المال؟ هذا اختبار للرجال الأعمال حضرتك وأصحاب الأموال بأن الله عز وجل إن منعهم من الحج هذا العام بسبب وبأكرونا فلا بد أن يفتشوا في مرضات الله الإنسان لو منع حضرتك من رجال الأعمال واللي كان عايز يحج فإنه يستطيع أن يطوف حول الفقراء سيجد الله عندهم الله يفتح ليك فربنا عز وجل بيقولي في الحديث عبدي يعني في الحديث القدسي ربنا عز وجل من أرواح الحديث استطعمتك فلم تطعمني هذا الحديث ينطبق على الفقراء في هذه الأيام يقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين يقول الله عز وجل عبدي أما إن عبدي فلانا قد استطعمك فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي إلى آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلم رواية عن رب العزة تبارك وتعالى فجدير بالإنسان أن ينقب ويفتش إزاي يصل على عرفات من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقم أو فليصل إلى رب البيت الذي أقرب إليه من حبل الوريد من لم يستطع أن يقف بعرفات فليندم على ما فات من لم يستطع أن يذبح بمنى فليذبح هواه ها هنا وقد بلغ المنى من لم يستطع أن يحج هذا العام فليحج حول ويوت الفقراء وانا عما بقل ليه طيب كيفية صلاة العيد الأضحى في زل غلق المساجد في صلاة العيد؟ طبعا صلاة العيد صنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلا شك هذا العام أسأل الله أن يكشب عننا الكرب وعن بلاد المسلمين وعن العالم كله يا رب يعتبر تاني عيد نصلي في رحالنا ونصلي في بيوتنا الإنسان يصلي في بيته عيد الأضحى ثم بعد ذلك يذبح اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فصلي لربك وانحر يعني صلاة العيد صنة مؤكدة وصليها الإنسان ركعتين السبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركع الأولى وخمس تكبيرات في الركع الثانية بعد تكبيرة القيام طبعا رب الأسرة هيكون هو إمام المسجد وهيقع من بيته مسجد صغير ويجمع أسرته حواليه وأولاده وأقرباءه وكل الناس اللي بيحبه نعم بالفعل إلى أن يكشف الله عز وجل هذا الكرب هذه هي هيئة صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى بالنسبة لخلال وباء كورونا والأزمة اللي احنا فيها طيب يعني سيدنا علي بن أبي طالب قال يأتي عليكم زمين تصبح أعيادكم كأيامكم إحنا نعمل إيه عشان نحس في فرحة العيد عيد الإنسان أي إنسان في الدنيا عيده هو اليوم الذي لا يعصي لها فيه عيده هو اليوم الذي يجبر فيه خواطر الناس ولا يكسر فيه بخاطر أحد عيد أي إنسان حضرتك ليس العيد لمن لبس الجديد كما قال سيدنا علي ولكن العيد من خاف يوم الوعيد هذا هو العيد العيد من الأمور العقيبة حضرتك أن ربنا عز وجل ربط العيدين بشعيرتين عظيمتين يعني العيد الفطر يأتي بعد شعيرة الصيام فبعيد الأضحى يأتي بعد شعيرة الحج بعد أن وقف الناس ودائما وآبدا عيدنا كلها أفراح عيدنا أفراح إزاي حضرتك لماذا نفرح بالعيد لأن الإنسان صام يوم عرفة وبعض سيام يوم عرفة تعرف أن بعض الناس اللي يصوم يوم عرفة وصفت قلوبهم واصطلحوا مع الله واصطلحوا مع الناس ولم يظلموا عباد الله ستغرب شمس عرفة وليس عليهم خطيئة فحق لهم إن خرجوا يصلون العيد أو إن صلوا عيد الأضحى في بيوتهم أن يفرحوا كما قال ربنا عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون طيب يا دكتور كيف نتحرى اختيار الأضحية في زمن الكورونا وفي الخرفين اللي هي بتأكل من الزبالة مثلا هل هي جزء دبحة؟ طبعا بلا شكل الأضحية سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وهي علم على الملة الإبراهيمية والسنة المحمدية والأضحية لها شروط مش أي حاجة ممكن الإنسان يضحي بيها الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام ثمانية ذكرهم الله عز وجل في سورة باسمهم تسمى بسورة الأنعام البقر والغنم والمعز والإبل هذه الثمانية وشرط النبي عليه الصلاة والسلام شروطا أن تكون سالمة من كل العيوب في أي أضحية ليه طيب ورد في بعض الروايات وكانت الحديث ضعيفا قال عليه الصلاة والسلام استشريفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم يعني يركبها الإنسان يوم القيامة على الصراط مطية له يعبر عليها لذلك حس النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون سالمة من العيوب والتقرير اللي استمعنا إليه كان الأخ بيقرأ الآية القرآنية وهذه الآية هي هي عمدة حديثي عن الأضحية لن ينال الله لحوبها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ربنا عز وجل مش عايز مننا نتبح ولا عايز شيء إنما هذه شعيرة ولابد أن نعظمها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهذه شعيرة من شعائر الله شكرا لنعمة الله عز وجل الذي فدى إسماعيل وكان من صلبه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يعني ليه إحنا بنضحي شكرا لهذه النعمة ولابد أن ننظر إلى فلسفة الأضحية فلسفة الأضحية أن نضحي في سبيل غيرنا أن نضحي بشهواتنا أن نضحي بأهوائنا أن نضحي بآلامنا كل ذلك في سبيل أن نضحي في سبيل أوطاننا أن نضحي في سبيل معاملة الناس كل ذلك من فلسفة الأضحية التي نستفيد منها من خلال الأضحية طيب دكتور بالنسبة للناس اللي هي بتزور الكبور في العيد ردك على يوم إيه؟ طبعا يوم العيد فرح وسرور وبهجة ولم يكن أبدا يوم لزيارة المقابر لذلك غير مشروع زيارة المقابر في يوم العيد غير مشروع لي حضرتك لأن الإنسان أولى به أن يدخل السرور على أهله سمي العيد عيدا لأنه يعود بالخير لأنه يعود بالفرحة لأنه يعود بالسرور لا ليعود بالهم ولا ليعود لأن يتذكر الإنسان فلان اللي كان معاه ومات يكره عند جمهور العلماء بل قال بعضهم يحرم زيارة المقابر في يوم العيد ليه؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولأن الهدف من العيد هو ليس التنقيص على الناس إنما هو إدخال السرور على الناس هو تذكر الفرحة في هذا اليوم الذي يعد من أيام الله ربنا أل سيدنا موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله وعندنا يومين من أيام الله عز وجل في الإسلام يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر فلا يجزد الإنسان أن يذهب إلى المقابر عايز زور المقابر في أي وقت إن شاءت بس بعيد عن يوم العيد إذا كان عيد الأضحى وعيد الفطر الله يفتح ليك يا دكتور أنا بشكر حضرتك جدا وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اجعل من بيتك صحة لصلاة العيد افرح برحتك افرح على قدك جمع أسرتك وحبيبك المهم أن أنت تفرح وطبعا ياريت ما تنسوش الليتام من فرحة العيد كمان لو منفصلين ياريت الأباء يروحوا لأولادهم يشوفوهم يجبوا لهم لبس العيد يفرحوهم ينسوا مشاكلهم يعني مع أمهات الأولاد ويفكروا شوية في أولادهم أنا بشكركم جدا واشوفكم الأسبوع اللي بعد الجاي لأن أنا الأسبوع اللي جاي هيخد أجهزة العيد واشوفكم في حلقة جديدة برنامج حوار مع يسرى مع يسرى نصراد